لم تتأخر الأحزاب الموالية للرئيس السوداني عمر البشير في الرد على مطالبة أحزاب معارضة بالتغيير وتشكيل مجلس انتقالي لحكم البلاد وذلك بهدف حل الأزمة التي تمر بها السودان منذ التاسع عشر من كانون الأول الماضي والتي ترجمت باحتجاجات عمت مدن عديدة بينها العاصمة الخرطوم تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية حزب المؤتمر الوطني الحاكم جمع أربعين حزبا مواليا لهم من شاركوا في الحوار الوطني الذي عقد في عام 2014 ووجه هذا التجمع تحذيرا للجبهة الوطنية للتغيير والمؤلفة من 22 حزبا من أن مطالبها باستقالة البشير ودعوتها للجيش السوداني بالانحياز للشعب وحماية المتظاهرين دعوة صريحة للانقلاب العسكري ورفعت بعض الأحزاب الموالية للحكم سقف التحذيرات بالتخويف من حضور تنظيم الدولة إذا تصاعدت الاحتجاجات بل من تحول السودان إلى سوريا ثانية رئيس القطاع السياسي لمؤتمر الوطني عبد الرحمن الخضر قال أن خروج عدد من الأحزاب من الحوار الوطني هو محاولة نسف الوثيقة الوطنية التي توافقت عليها القوى السياسية والمجتمعية مشيرا إلى أن الحكومة بدأت في حل الأزمة الاقتصادية بتوفير الدقيق والوقود مشيرا أيضا إلى أن حل مسئلة السيولة سيكون خلال أسابيع الرئيس السوداني من جهته أصدر قرارا بتشكيل لجنة التقصي حقائق لكن يبدو أنها لم ترضي المعارضة والشارع فيما يلجع النظام إلى خطوات تصاعدية أخرى للضغط على المحتجين من بينها حجب مواقع شهيرة للتواصل الاجتماعي استخدمت في الدعوة للاحتجاجات ونشر أخبارها ويبدو أن الشارع السوداني استطاع أن يفرض حراكه على مجمل الفعاليات السياسية في البلاد ما بين المعارضة التي تسعى لاقتناص الفرصة للحد من هيمنة حزب التجمع الوطني الحاكم في البلاد منذ ثلاثين عاما وما بين السلطة التي باتت تستخدم سياسة العصا والجزرة في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية